السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من افضل التمارين اللي تلعبها في بداية تمرينة الرجلين وما بتضرش الرجلين خالص واهم حاجة في التمرين ده انك انت تلعب الاداء الحركي كامل او تنزل لحد زاوية تسعين وتطلع تاني ما تاخدش نص نزلة او تطلع نص طلعة تمام زي ما انا بشرح بالفيديو كده بالزبط ونفس النظام في تمرين الشوتينج اللي قدامنا ده وهواريك دلوقت ازاي الاداء بيكون غلط دلوقت انا بلعب الاداء الصحيح بنسبة مية في المية وهو الاداء البطيء جدا لازم تنزل وتحس بالعداء اللي انت بتتمرنها طبعا ده الاداء الغلط وده برضو الاداء الغلط بالمنظر ده ونفس النظام في تمرينة الخلفية على الاسكوات وده هيكون الشكل التالت معنا كل الاشكال اللي انا هورها لكم دي هيا هتتلعب اربع مجموعات في اتناشر عدة ده النص طلعة وده اداء النص نزلة اللي هو برضو غلط انا عاوز استفاد من العضل او استفاد من التمرين اللي بتمرنه يبقى لازم اخذ المدى الحراكي كامل اهم حاجة طبعا الاداء مش الوزن انا اهم حاجة عندي ان انا اكون بلعب باداء صح في اول تمرينة ليا طبعا دي سلسلة مبتدئين انا واحد لسه مبتدئ ولسه داخل الجيم ومش عارف العبه انا جسمتلك التمرين اللي هتلعبها لجزئتين اول جزئية وهي انك انت هتلعب الابر بادي ودي هتكون نزلت جابل الفيديو ده والجزئية التانية وهي تمرينة اللور بادي اللي انا بلعبها وده رابع شكل معنا وهو تمرين الدفع واسع طبعا تمرين الدفع واسع انا زي ما قلتلك في الفيديو انا دايما بنزل فاتح رجلية او واسع رجلية لبرا رجلية مش بتبقى نزلة مكفولة تمام وباخد الاداء الحراكي كامل مش بنزل نص نزلة تاني حاجة اني مش بفرد رجلي على الاخر ما ينفعش اني افرد رجلي على الاخر ليه ما ينفعش افرد رجلي على الاخر عشان كده يبقى الحمل كله على المفاصل مش العضلة انا كده العضلة فصلت مني انا دايما عايز اعط العضلة تحت ضغط وده يكون الاداء اتضيج عشان اشاء استهدف عضلة الامامية طبعا اللي فارد كانت بتستهدف الخلفية والضمة وده تستهدف عضلة الامامية وده تمرين الطعن طبعا تمرينة الطعن من اهم التمرين اللي تتلاع في العضلة الرجلين بس اهم حاجة واهم ملحوظة عايز اقول لك عليها في التمرينة دي وانك كل لما بتوسع مستوى رجلك عن الرجل اللي جنبها بيديك اتزان اكتر وبالتالي هتلعب بالتمرين باداء صحيح فحاول دايما ما تخليش رجلك جنب رجلك التانية عشان هتحس ان انت هتوجع بالوزن انا دايما بحاول ابعد رجلي على كده مقدر جدام عشان استهدف عضلة الامامية والخلفية وده تمرين السمانة والتمرين الاول والاخير لعضلة السمانة طبعا بص الاداء انا دايما باخد التمرين السمانة على جزئيتين اول جزئية واني انا بعمل ستريتش تحت الجزئية التانية ان انا بطلع وبعمل سكويز سانية او سانيتين وبنزل تاني بالراحة خالص بعمل ستريتش وبطلع تاني وده تمرين السبعة التمرين اولاني كان 11 وده تمرين السبعة واسع حاول العب الشكلين دول حتى لو هتلعب 11 على الواجف والسبعة وانت جاعد على اي جهاز وانت جاعد بس وبكده اكون خلص التمرين بتاعت النهار دا ريتل عجبك البريوم انتساش تعمل لك وتشرفك انا عشان استمر في ناشة المطالبة جا